بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا وإذ صارحنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن رب يبعثهم في المجلس اللي فيه النبي عليه السلام وينزل على القرآن عليه القرآن من طرف أمين الوحي عليه السلام وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن هذه أمور غيبية معلم شبيع النبي عليه السلام الخاتم وهو إمام الأنبياء والمرسلين أجمعين عليهم صلاة والتسليم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإنتم تسمعون به القرآن رب قاروا القرآن ويلعنوه ألا أعطوا الله إلى الظليم والأغلبية السعقة لأمر يزدعي أنا مسلمة هي ما هذا النوع؟ الخبيث الخاسر وإنتم تسمعون به القرآن تفكيركم أو سلوكاتكم أو خيتاباتكم سلوكاتكم 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 نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن وإنتم تسمعون القرآن بسلوكاتهم العاجزة عن الكلام اللي فيه السواب قال سورة برك والتحدي يمزال قائم الآن ولذي يحب يتحدى العربية يعلم أنه سيكون من الخاسرين يكون من الصفاء عند رب العالمين يعني الصفاء العقل ما عندهم شيء من أثر العقل الأنجليز في معظمهم فيهم قليل من الناس اللي ما زالت عندهم إنسانية وما زالت عندهم من حشمة وما زالت عندهم من وقوفهم مع الحق وإلى ما زر والأنجليز ومن تفرع الأنجليز الولايات المتقذة و الموجود في شرق آسيا ما سهل سهل هل أنتم فيه يا أسوأ خلق الله بما فيكم الأمة المسلمة الغير المسلمة وإذ خرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا حضرين بكل وعي وكل كفاءاتهم الذهنية وكل وعي فلما حضروه قالوا أنصيتوا قالوا بعضهم أي تو سيلون ما عاد معنا مهمة إلا أن نستمع لهذا الكلام لا عهد النبي في القدم فلما حضروه فلما حضروه حضروه قالوا أنصيتوا بالقرآن فلما حضروا قالوا بالقرآن ويقوموا بيه ما قالوا ربي اسمه ودبروا آيات وينهم اللي يحبوا يسمونه هؤلما حطول القرآن فلنا دفعتين باش يطبع لهم في مكتبهم ولم ينزلهم وإلا 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 يقولوا هذا من هالقرآن يعني هو غلط الناس عن حقيقاته يعني استثمت بسودو ميزلموم ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا أي حاضرين كل كيانهم قالوا أنسيتو فلما قضي أوفاء التنزيل فكل عرض تريك على نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم فلما قضي ماذا حدث نرى ذلك في شريط الآتي إن شاء الله